في رمال التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بالرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال اللقاء أكد عباس ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار الساري حاليا في قطاع غزة وتحقيق وقف العدوان الإسرائيلي بشكل كامل وشدد على أهمية مضاعفة إدخال المواد الغاثية والطبية والغذائية وتوفير المياه والكهرباء والوقود بأسرع وقت ممكن بدوره ندد بلينكين بعمف المتطرفين ضد المدنيين الفلسطينيين بالضفة الغربية وقال إنه سيواصل التجديد على محاسبة مرتكبيه أضافت بأن بلينكين وعباس بحثا الجهود الجارية للإسراع بتسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة عن طريق وسائل منها إطالة أمد الهدن الإنسانية أكد بيان صادر من الخارجية الأمريكية أن بلينكين أكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين تنياهو ضرورة حماية المدنيين جنوب قطاع غزة مع قرب انتهاء التهديئة كما ذكر البيان أن بلينكين دعا إلى مراعاة الاحتياجات الإنسانية وحماية المدنيين جنوب القطاع قبل أي عملية عسكرية هناك أضاف البيان أن وزير الخارجي الأمريكي شدد على ضرورة أن تتخذ إسرائيل إجراءات لمحاسبة المستوطنين المسؤولين عن العنف في الضفة الغربية وكان بلينكين قد التقى مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتوغ في تل أبيب حيث وصف نتائج الهدنة بين إسرائيل وحماس بالإيجابية كما وطلب باستمرار إطلاق صراح الرهائن الإسرائيليين وتوصيل المساعدات لقطاع غزة منذ اليوم الأول نركز بلا هوادة على محاولة تأمين إطلاق صراح المحتجزين لدى حماس في غزة شهدنا خلال الأسبوع الماضي تطورا إيجابيا للغاية تمثل في عودة المحتجزين إلى بيوتهم وعائلاتهم وهذا يجب أن يتواصل لقد مكنت الهدنة أيضا من زيادة وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الأبرياء في غزة الذين هم في أمس الحاجة إليها لذا فإن هذه العملية مهمة وتحقق نتائج إيجابية ونأمل أن تتواصل معنا من نيويورك الخبير والستراتيجي الديمقراطية سيد أليس هانيكان أهلا بك معنا سيد هانيكان في هذه الساعة على سكانيوز عربية وما هي الرسائل التي حملها بلينكينج إلى إسرائيل وإلى السلطة الفلسطينية ما يتعلق بتهديئة قادمة نفهم أم أن الأمور تتركز الآن حول الاستعدادات للجولة القادمة من التصعيد جنوب قطاع غزة هذا نواجه للغاية هذا بيان مهم جدا وأنا سعيد أنك استخدمت كلمات مستقبل لأن الأمر يتعلق بالموقف الأمريكي الذي يريد مساعدة الطرفين والنظر إلى ما بعد تبادل الرهائن ومحاولة معرفة ما يحدث في الضفة الغربية وغزة وما الذي يجب أن يكون عليه الوضع لاحقا ولا أحد لديه الجواب ضرورة تهديئة التوتر في الضفة الغربية هو الموقف الأمريكي ثابت أيضا منذ الثامن من أكتوبر ولكن لا يترجم في أي إجراءات إسرائيلية عدد تلك المتعلقة بتصاعد عنف المستوطنين استمرار عمليات تسليحهم كذلك من قبل بن جافير بالتالي ما قيمت هذه التصريحات الأمريكية إن كان الجانب الإسرائيلي لا يتعامل معها في هذه المرحلة من عملياته العنف من المستوطنين يجب إدانته من قبل كل الأطراف في العالم ليس لدينا سيطرة على الإسرائيليين ولا على الفلسطينيين لكن الولايات المتحدة الأمريكية ما تزال بحاجة إلى الوقوف مع الحق وإدانة العنف من المستوطنين وكذلك العنف من الآخرين ولكن فقط الإدانة يعني تبقى الإجراءات الأمريكية متعلقة ببيانات الإدانة والإجراءات الرمزية كمسألة تعليق التأشيرات لمن يثبت أنهم من المستوطنين الذين يمارسون العنف ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية هل تجد أن هذه الإجراءات كافية مع كل ما يحدث من احتقان في الضفة الغربية ربما ينفجر حتى في أي لحظة هذه التدبير قد تكون مفيدة وقد تكون أيضا ضرورية لكن لكون الولايات المتحدة الأمريكية ليس لها السيطرة الكاملة هذا لا يعني أنها يجب أن تظل صامتة وإنما يجب أن تمارس كل الضغط اللازم لكن على الطرفين إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية وسيطا منصفا يجب أن تكون كذلك مع الطرفين وينبغي للطرفين أن يتصرف بشكل مساعد ولو أن وسيطا منصفا الآن هو توصيف ربما يعترض عليه كثيرون في موقف الولايات المتحدة الأمريكية الآن العمل والضغوط هي لجهة تمديد هذه الهدنة إن كان ما زال في الوقت متسع لذلك ومن ثم الحديث عن وقف لإطلاق النار ما هي الأدوات الأمريكية لربما إقناع الجانب الإسرائيلي على ذلك خاصة وأن الحكومة اليمينية في إسرائيل وافقت بالأساس على مضض في هذه الهدن أو على هذه الهدن المؤقتة على أمل أن تستأنف العمليات في قطاع غزة بقوة كما جاء في تصريحات قيادات الأركان الإسرائيلية أول شيء يمكن لأمريكا أن تفعله هو الضغط والحاث وحتى المطالبة الملحة بأن تتمدد الهدنة لكن أنت محق الولايات المتحدة الأمريكية لا تتحكم في تصرفات الحكومة الإسرائيلية ولا السلطة الفلسطينية هتان أمتان مستقلتان ولديهم تظلمات متبادلة منذ وقت طويل وليس هناك أي دولة بما في ذلك الولايات المتحدة لها سيطرة على الوضع ومن السادة جاء نعتقد العاكس ولكن الآن ما يحدث من تصعيد في قطاع غزة واستمرار في العمليات العسكرية طبعا قبل أيام الهدن هذا أصبح ينعكس على الداخل الأمريكي أصبح ينعكس حتى على صورة الديمقراطيين في توقيت حرج للغاية قبل الانتخابات الرئاسية إلى أي درجة الآن هذه المواقف الأمريكية المترددة في توصيف ما يحدث صراحة أصبحت تضر بصورة الولايات المتحدة الأمريكية من جهة وحظوظ الديمقراطيين في الانتخابات القادمة من جهة أخرى إذا كان هناك تركيز فقط على الأشياء السلبية والصعوبات فخدان الأرواح والتعقيدات السياسية وقساوة الأوضاع لن تتحسن الأمور أبدا وسيبدو الأمر صعبا من الصعب للولايات المتحدة الأمريكية أن تمارس النفوذة على كل من يوجد في الميدان لكن على الأقل يجب أن نحاول سياسيا أخلاقيا وكذلك ينبغي أن نحاول لأنه ليس أمامنا شيء غير المحاولة من نيويورك الخبير الستراتيجي الديمقراطي سيد أليس هانيكان شكرا جزيلا لك على هذه الإضاحات التي تفضلت بها